موسيقى علمة اليوم هي قرية يهودية مستوطنة وقيمت على أنقاط قرية علمة العربية قبل عام 48 وقرية علمة اللي كانت هي أكبر قرية من ناحية مساحة الأرض في قضاء صفد تبعد عشرة كيلومتر للشمال من صفد وبعيدة حوالي الأربعة كيلومتر عن الحدود مع لبنان قرية علمة موجودة على أرض منبسطة بلات خير غنية بكروم العنب بكروم الزتون في الماضي وفي الحاضر هون على اليمين بالضبط المدخل لقرية علمة العربية قلنا قرية علمة يقال أنه أيام الصليبيين كانت اسمه ألمي ويقال أنه دفعت ضرائب لا الصليبيين لأنه كان فيها نعزة كثير وكان يربو نحل أكثر وكان فيها مطحنة اللي يعصروا فيها العنب ويعصروا فيها الزتون يعني بمعنى ثاني أنه قلنا علمة بلد خير وقرية غنية بالزراعة المستوطنة اليهودية علمة أقيمت على أنقاض القرية العربية علمة الإسم ما تغيرش أما السكان يتغيروا مثال الأحوال السياسية اللي كانت بدي أحكي بالنسبة لعلمة شغلات سنتين مهمات في مقولي أنا هنا عمال أصور المستوطنة علمة قلنا في مقولي قديمي بيقولوا بيارة علمة علمة سهلة منبسط وفي تلاتة غنية بالبيارة والبيارة هاي قدش هي غميقة أما يقال أنه بتجمعش موي كثير بفعل نوع التربي والليوم نقول لواحد اللي بيحكي كثير وفعله قليل ونقول عنه مثل بيارة علمة الشغل الثاني أنه في علمة هون في مغارة اللي هي ظاهرة طبيعية منقطعة النظير عبارة عن ظاهرة كارستية اللي المغارة هاي مؤلفة من عدة طبقات جيولوجية والوصول إلى مشيهوين وهي كنز من الكنوز أو معلم من معالم قرية علمة اللي بدأقوله النقطة الثالثة أنه علمة في الماضي وفي الحاضر غنية في تباية المواشي وغنية في الزتون ومعروف أنه زيت علمة هو زيت مميز في كل منطقة الجليل احنا بعدنا على الطريق الداخلية في مستوطنة علمة هون نبين حرش أشجار كينة قديم عمره عشرات لسنين نظر نقول هذا المركز تبع البلد وكيف قلت في الأول أنه قرية علمة اليوم موجودة على أنقاض قرية علمة العربية اللي كانت قبل 48 وكانت من أبرز القرى وأغنى القرى اللي موجودة في المنطقة بفعل الأراضي الزراعية الخصبة والينبيع الموجودة في هذه المنطقة نحن بالاتجاه الشرقي ومثل ما نبين علمة موجودة على أرض منبسطة ومترامية الأطراف دمية ساعة مساء بدأت رككوا مع الصورة اللي بتغني عن الكلمة قلنا أنا في قرية علمة واحدة من قرى الجليد الأعلى شكراً لكم وإن شاء الله بنلتقي يوم ثاني في محل ثاني علمة اليوم بعد قرية زراعية في كثير مواشي ضائم بقر بالإضافة لإكروم العنب وإكروم الزتون الزتون قسم قبل 48 اللي كان على زمن القرية العربية وقسم بعد 48 أما علمة معروفة عنا إن هي بلد الزتون وبلد العنب ومثل ما قلت زيت علمة من أنكه أنواع الزيت في البلاد وخاصة في منطقة الجليل شكراً لكم وإلى اللقاء